نواصل مع كرس النشاطات صفحة بصفحة عندما يكون الامل صفحة بصفحة التلميذ يستطيع ان يتابع الامل سنبدأ بالترجمة الشفوية سيكونس 1 المقطع الاول سيكونس 1 سأسطح على الفعل في كل جملة في النص في حديقة الحيوانات في حديقة الحيوانات الطفل ينظر إلى الدواب البرية خلف القطبان الفيل لديه خرطوم جميل القرد خفيف ومشاغب الأسد كبير وضخم وجميل الغازالة صغيرة لكنها سريعة هي تجري مع صغارها أعيد قراءة النص ثم أعوض الأفعال المسطر تحتها بالضمائر هو أو هي رليه لتكسته رملاس لسجي سليني بالإلوال أكمل الجمل بأحد الأفعال ترعى تهتز تكسر تقفز الغازالة تجري الغازالة تهتز من مكانها لشوفال صوت لباريار الحسان يقفز الحاجز لشات كاس لفاز دفلور القطة تكسر قلة الأزهار الغازالة تكسر قلة الأفعال الأرنبو يرعى الأعشاب نجيل الترجمة الكتابية الجملة الأولى الأفعال هي الأنفان الإليفان لسنج لليون لغازال أل نعوض المذكر بإل والمؤنث بأل الملاحظة فقط أن الإل هنا ما هي نفسها الإل هنا هنا الإل في وسط الجملة تكون منيسكيل وهنا الإل في بداية الجملة تكون مجسكيل بالنسبة للتمنين الخامس الأفعال بوندير صوتي كاسي بغوتي لغازال بوندي صوت كاس بغوت بالنسبة للترجمة أسطر على الفاعل في كل جملة من النص في حديقة الحيوانات الطفل ينظر إلى الدواب البرية خلف القطبان خلف القطبان الفيل له خرطوم جميل القرد خفيف ومشاغب الأسد ضخم وجميل الغزالة صغيرة لكنها سريعة هي تجري مع صغارها من هو الفعل الأول الطفل الطفل هو الفعل الأول الطفل هنا الطفل ينظر إلى الدواب البرية خلف القطبان الفيل هو الفعل الفيل هو الفعل القرد الأسد الغزالة هي أعد قراءة النص أفعال بالضمائر هو أو هي نعوذ بالضمائر كيف سيكون النص في حديقة الحيوانات هو ينظر إلى الدواب البرية خلف القطبان هو له خرطوب جميل هو خفيف ومشاغب هو ضخم وجميل هي صغيرة لكنها سريعة هي تجري مع صغارها بالنسبة للتمرين الأخير التمرين الخامس أكمل الجمل بأحد الأفعال يرعى تهتز تكسر يقفز في البخيزون دون انديكاتيف هذه أفعال مصرفة في الحاضر الدلالي كل هذه الأفعال مصرفة في البخيزون دون انديكاتيف الغزالة تهتز من مكانها الحصان يقفز على الحواجز القطة تكسر قلة الأزهار الأرنب يرعى على العشق يستحسن كذلك نزد نسطر على الأفعال هذه تهتز يقفز تكسر يرعى بوندي سوتي كاسي بغوتي بغوتي هذا ما أردت قوله عن هذه الصفحة تكسر